السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اليوم معلومات جديدة عن تاريخ الجبنة او هي مش معلومات جديدة هي معلومات عايزين نثقف بها نفسنا قد تكون بعض الموضعات غريبة شوية اللي انا بقدمها لكن عايزين نثقف نفسنا عايزين ما نروح اي حتة بمثقفين الشعب كله بمثقف نقدر اي دولة مكان معين نشرف بلدنا عايزين نشرف بلدنا الجميلة و يعني وجودنا في الكرة الارضية كبشر ايه نعمة كبيرة من عند ربنا و عايزين ايه زادي م recom allons انتظرون خبراعا يا رب احنا تعلمنا والفدنا غيرنا و قدمنا البعض كل المعلومات وعرفنا ايه الفوائد اتكلمنا في موضع كتير قبل كده عن الاكل عن الصحة عن الرياضة عن التاريخ عن الادب عن الدين بنتبادل معلومات مع بعض وبنفيد ونستفيد مثلا النهاردة هنتكلم عن الجبنة فإحنا عملين نأكل أنا شخصيا بحب الجبنة جدا تقريبا مفيش حد ما بحبش الجبنة أطفال كبار عواجيز تقريبا كل الناس بتاكل الجبنة وفيه انواع كتير من الجبنة لكن احنا مش عارفين ايه المصدر دوت والانواع دي طلعت امتى قد يكون هناك بعض الناس عارفة طبعا لكن مش كل الناس عارفة فنفتح مدارك بعض يمكن حد يحب يشتغل في الجبنة يمكن حد يحب يدق نوع جديد ممكن حد يكون بيأكل حاجة غلط هي اللي تعبية أساسا ممكن يكون واحد لا محتاج يأكل النوع ده عشان مثلا يخس او عشان خاطر نشارك ايه يعرف الانواع ايه اللي موجودة ننباش بنأكل كده خلاص دي معلومات غزائية مهمة جدا جدا وسقفة عامة زي ما قلت لكم تدخل في صلب الموضوع على طول تاريخ الجبنة طبعا ده شكله جميل جدا طيب الجبنة هي طعام مشتق من الحليب يعني اول حاجة ابسط شيء نازم تعرفه عن الجبنة لو ما كنتش عارفه ان الجبنة اساسا مصدرها الحليب طبعا الحاجات دي يا جماعة ممكن تدرس في المدارس لو ما كانتش بتدرس لان تعاليم عايزين ننهض به نهضة كبيرة حتى لو كنا بناخد حاجات مختلفة او بناخدش المعلومات دي او بننسيها عايزين نرجحها دايما مع بعض دايما نفكرها لولادنا نفكرها لنفسنا نستفيد من المعلومات لان احنا في عصر المعلومات طيب الجبنة هي زي ما قلت لكم طعام مشتق من الحليب بتنتج بانواع كثيرة ومتنوعة النكهات كل نعلي نكهة معينة وطعم معين وشكل كمان بتاعها يبدو مختلف عن التاني تجدد الرومي غير الفلمانك غير الشيدر غير النستو غير الكلام في مئة نوع من الجبنة تبدا اي ان يعني التي تصنع منها في مختلف دول العالم حتى تجدد الجبنة في فرنسا غير هنا غير هنا ممكن تجدد انواع في فرنسا مختلفة تماما عن الانواع الموجودة في الدول العربية وكمان طعمها ونكهتها بتبدا مختلفة ودوت بيرجع ليه؟ لان نكهة بتبدا مختلفة والطعم اخذ المعلومة دي حسب مصدر الحليب يعني فيه جبنة على فكرة بتبدا من اللبن بتاع المعز تمام؟ فطعمها ولونها وشكلها مختلف تماما طب ليه هي مختلف عن الجبنة لان افتقلتها شيدر تتلت طعمها مختلف تماما عن الشيدر لان الشيدر بمعمولة من حاجة ودية معمولة من حاجة دية الحليب بتاعها مثلا حليب ناعز الثانية حليب ابقار الثانية حليب جوميس مختلف تمام؟ طبعا نفيش حليب حمير والكلام ده غش وخداع واللي بعمله كده حرام وغلط تمام؟ احنا بمعروف المصادر الطبيعية اللي بناكل منها حسب مصدر الحليب زي ما قلت لكم بيختلف نوع وطعم الجبنة وشكلها واذا كان اللبن مبسطر او فيه دسم فيه دسم بتاعه وفيه اضافة دسم او حاجة الى البكتيريا المنفحة المستخدمة وعملية التصنيع ومدى الخدم والغم والغم يعني كمان اذا كان اللبن مبسطر طعم بيختلف واذا كان فيه دسم برضو بيكون مختلف او اضافة الى البكتيريا نعرفين بكتيريا في منها نافعة وفي منها ضارة المنفحة المستخدمة وعملية حتى البكتيريا اللي تستخدم فيه الجبنة البكتيريا المنفحة نعرفين المش طبعا الحاجات دي تمام؟ المستخدمة كل ده بيختلف تمام؟ عملية التصنيع مدى القدم والعمر وكمان الجبنة القديمة بتبقى مختلف عن الجبنة الجديدة الطعم بتاعها وكلنا طبعا عارفين ان الجبنة الرؤومي مثلا ساعد لما يجي نشتري اللي عايزة قديمة عايزة جديدة القديمة حتى تبقى شكلها مختلف وطعمها مختلف عن الجديد جميل نيجي بعد كده للأعشاء والبهارات وطريقة التدخين كل دي عوامل برضو بتتأثر على النكهة والشكل والطعم يعني الموضوع مش موضوع نوع اللبن تمام؟ والدسم والبكتيريا تمام؟ وبس لا ده كمان والعمر العمر اللي هو القديم الجديد لا فيه كمان نضيف عندك نوع الأعشاب إن فيه أعشاب بتخطع الجبنة تمام؟ زي النعناء الزعتر قبة البركة حاجات كتير جدا كمان البهارات تختلف تمام؟ وطريقة التدخين طيب فيه أنواع من الجبنة مختلفة حسب مقيس المحلية والثقافات يعني زي حسب الدولة أو حسب المكان الناس بتعودها تكل جبن من نوع معين فبتبقى مختلفة من دولة إيه إلى أخرى فيه جبنة لها أكثر من منشأ يعني في جبنة بتبقى موجودة في فرنزا وموجودة في إيطاليا وموجودة في أسبانيا وموجودة مثلا في السعودية تمام؟ فيه جبنة بقى في الصين مش موجودة إلا في الصين واليابان مثلا والآسيا الوسطى مش عارف إيه مريزيا لكن مش موجودة في أوروبا مش موجودة في مصر مثلا فأ.. الأجبان ده بيبقى ايه ترتبط بمنطقة كاملة فيه مثلا يعني الجبن بتبقى مرتبطة بالمكان يعني بعض الاماكن زي ما اقول لكم فيه انواع معينة تمام فيه جبنة ليها اكثر من منشأ لا يمكن اعتبار ان مصدرها مكان محدد بعينه يعني ندرش نقول ان الجبنة دي ايطالية مية في المية بعض الانواع يعني مش معروف مصدرها ايه لان هي موجودة في ايطاليا وفرنسا واسبانيا واسبا تمام لكن بدأت منين وجدت ازاي فيه جبن لها قصص لان زمان كان فيه براقة اختراع وكان فيه انترنت وكن يعني فيه حاجات بمكتوبة وحاجات مش مكتوبة فيه حاجات متقرخة وحاجات مش متقرخة وده طبعا مسابب ان انواع كتير جدا جدا من الجبنة هناك جبنة اسمها كوبسي بلانكو هذه الجبنة في امريكا اللاتينية ومن الاغذية القديمة وجزرها بيرجع اصدارها واصلها الى عصور مقابل التاريخ تخيل ان الجبنة اسمها كوبسي بلانكو في امريكا اللاتينية يعني هذه الجبنة قديمة جدا جدا ويرجع اصدارها او اصدارها من عصور مقابل التاريخ نفسنا نشوف هذه الجبنة وندقها يعني شيء قديمة جدا جدا من قبل احنا ما نتولد احنا واكدرنا ومازالت مستمرة حتى الان في امريكا اللاتينية لا يوجد دليل معين يدل على منشأ صناعة الجبنة بداية المعلومات مهمة جدا جدا ممكن واحد يأتي له شغل في امريكا اللاتينية طالع سياحة قاعد اصلا في امريكا اللاتينية وما يعرفش الجبنة دي ممكن هو قاعد كده ويعمل حاجة مفيدة بدل ما يطايع وقت وحق يعني ينزل يعني ينزل يعني ابقعد مسقف بعارف الجبنة دي انا عارف انه قاعدين انا عارف مصدر الجبنة دي ايه معلومة تمام انا عارف ان الجبنة دي موجودة من زمان ومش كده وبس انا عارف الجبنة دي بتعمل ازاي وسع من مدركة واكتر انا عارف ازاي بتعمل وبتيجي منين واندي فكرة جايز اشتغل افتح مصنع جبنة ليه لا مثلا انسان الطموح تخليش لطموحك سقف تمام جايز افيد واحد داخل في مشروع ومش عارف يعني انت بتبعي الجبنة دي ومش عارف اصلا قصتها ايه طب ما تحكي خصتها للزبون عشان يعني تكسب ثقته وتكسب معرفته وتعرفه على بعض ومثلا ان هو دكتور تقدر بقى تروحه للعيادات تكون علاقات الصداقة حلوة وصحابه شئ اعظيم طيب لا يوجد دليل معين يدل على منشأ صناعة الجبنة تمام زي ما قلت لكم مفيش دليل معين بيدل على مصدر منشأ صناعة الجبنة فين جات منين بالزبط في العالم اذا كان اسيا في اسيا الوسطى او اوروبا او الشرق الاوسط يعني مش عارفين الناس الغيطة انها دخلوها جماعة محدش عارف يعني الجبنة دي كان مصدرها مثلا جي من اسيا الوسطى يعني هم شكين في التلاتة دولي اما جات من اسيا الوسطى اما من اوروبا اما من الشرق الاوسط تمام طبعا ااا يمكن الموضوع بسيط جدا فالمعرخين ما هتموش بالمعلومات كافية عن الموضوع ده تمام بس برضو لازم يعرفين ان احنا مش عارفين المصدر لغاية الموضوع تمام اااا لكن هذه الصناعة انتشرت في اوروبا قبل عهد روما القديمة تمام المعروف عندنا دلوقتي ان في اوروبا من زمان قبل عهد روما القديمة انتشرت صناعة الجبنة بقى والتصدير والموضوع ده هتبتدى ايه ينتشر في الفترة ديت منين من روما القديمة تمام اه انا بقى اقول ليه المعلومات ده يا جماعة لان ساعات كده الواحد يسرح او يفكر يقول مسلا احنا زمان كنا بناكل ايه كان نفس الاكل اللي بناكله ده الواحد يعني عايز يعرف يعني فالمعرض احنا في عصر التكوي وبسرعة وبتاكل اي حاجة وبرجر ومشارك ايه طب حتى البرجر ده ظهر امتى مسلا احنا كنا بناكل اي زمان هل بناكل نفس الاكل طب هل حسننا من نفسنا ده الهدف بقى من الموضوع اساسا هل طورنا من نفسنا من طريقة الاكل هل زمان كنا بناكل غلط ولا صح انا عايز اكل صح انا عايز ربي نفسي وربي اولادي واخواتي وجراني وعرف الناس كلها وفي مدرستي وانشر العلم ده والثقافة دي احنا عايزين ناكل صح عايزين نتلقى صحيحات لك وغيسة الدولة يعني مش يعني حرام الدولة تضيع فلوس في ناس كتيرة بتتعالج على نفقة الدولة وفي ناس مع حاج وفي ناس طب ليه طب ما احنا ناكل صح ونهتم بصحيتنا لان الغنزة مهم جدا ناكل صح ونعرف احنا بناكل ايه هنوفر على الدولة فلوس كثيرة جدا يعني احنا اولى بيها والدولة اولى بيها تمام؟ وصحيتنا اولى بيها يعني انت لما تتعب مش هتشتغل هتقعد في البيت هتعيش عالى هنشحت ما ينفعش اهتم بصحيتك وبصحيت اولادك تعليم نطور من نفسنا كلنا طيب اه فازم اعطيكم ان فيه جبنة ابتدت مصانع الجبنة تظهر في روما القديمة تمام؟ بس برضو احنا مش عارفين هيجات منين بس لكن احنا عارفين تاريخيا كده ان في روما القديمة كان فيه مصانع للجبنة وكان فيه الثلاث تنتشر او منتشمة تمام؟ فيه لبنيوس الاكبر اصبحت صناعة ماتقد في الوقت الذي نشأت فيه روما القديمة طيب لبنيوس الاكبر ده واحد تمام؟ اه مؤرخ على ان اعتقد اه مؤرخ فااااااااا اكلم قال ان في روما القديمة ابتدت صناعة الجبنة ونشأت حسب ايه التقاريخه ايه. طيب دي معلومة بسيطة جدا نهاردة مش داسمة عن الجبنة تمام? وانساء الله يعني نتكلم في موضع كتير جدا تفيدنا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والمعلومات تكون فتحت ادراككم. ما تنسونيش من الدعاء ان كنت اتكلمت صح فده من الله واذا كنت اخطأت فمن نفسي استغفالله العظيم. اتمنى ان تسمحوني لو كنت اخطأت في شيء. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك والكومنت. لو حد يعرف انواع ما انا من جبناها حاجة مفيدة حاجة مدرة يكتب كومنت يا جماعة يفيد الناس ونتناقش كده بشكل حضاري وثقافي. اه وبرده اللي عايز يبعث الفيديو ده لحد يقدر يعمل له شير. اه شكراكم والسلام عليكم وعبد الله.